من زي اليوم وخاصة فيما يتعلق بشأن المرأة أيها الإخوة ما في الفزان بشرع الله مطلقا إلا ما رحم ربي بدليل جرائم الشرف في بلادنا عربية موجودة في بلاد الشم والعراق ومصر في كل مكان أيها الإخوة بنت صغيرة ثلاث عشرة سنة قيل وقيل قيل في شهود أربعة في شهود أربعة ومثل الميل في الموكحة أبدا ما في قيل تذبح مباشرة وترمى الكلا تدفن في الأرض وما حدا بيعترض وما بيطلع أي خطيب مثل هذه وتنشق عقيرته ويصرخ بأن هذا عدوان وقتل ومن يفعل هذا موعود في كتاب الله بأن يخلد فينا رجعنا في سلطة النساء نفسها قتل بغير وجه حق يا أخي لو ثبت على هذه البنية جريمة الزنا بشهود أربعة عدول تتواطع شهادتهم على أنهم رأوا كذا كذا مثل كذا في كذا مئة جلدة لأنها بكر مسكينة كيف تقتل؟ من غير أي شيء مباشرة تقتل تضرب الرصاص في ألمانيا قبل أشهر عائلة تركية مباشرة أمر والدي أولاده أن يقتلوا أختهم في سمعة طالع في كلام قتلوها مباشرة شاب صغير قال لك هذا دون السن القانونية أروه أمره لكن نسوط الأمريقات أبوه على كل حال قضية وين شرع الله هنا؟ ما في شرع الله؟ لا 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 شرع الله إيه؟ عاداته تقاليد بلا شرع هذا هو ما في تعظيم لشرع الله ولا في مجتمعات مسلمة مجتمع مسلم يجب أن ينزل على حدود الله تبارك وتعالى على عوامر الله لا يتجاوزوا ويذهب الناس للجحين السمعة اجدخل في السمعة أذهب إلى جهنم أفي أطبق شرع الله كما أراده الله لكن من جهة يقصر في تربية أولاده أقصد بناتي الابن الذكر ما في مشكلة يزني ما يزني جدع هذا شاطر هذا سبع العيلة ما هي الثقافة الحقيرة هذه الثقافة محقورة يقسم بالله ثقافة فواحش هذه الثقافة يشجع أنه يعني هذا قصر عينهم العيلة الثانية يعوذ بالله منكم أعوذ بالله من هذه الثقافة تقبل هذه الثقافة الوسخة هذه وساخة ثقافة فواحش تشجع الذكر على أن يزني ببنات الناس أما إذا بنته حامت حولها شبه مباشرة ثانية قط عنقها ومسح العار بالدم أعوذ بالله وإيش هذا جراء مش شرف وما حالا بتكلم ولو تكلم حتى عالم وكذا كذا يحتقر يقول لك ديوث هذا ديوث في حكمكم ولا في حكم الله بأي منطقة تحركون كما أخذ لكم الله